السلام عليكم غالياتي مرحبا بكم معي في فيديو جدي جيتكم يا الغاليات بوصفة بيتزا ساندويتش ولا البيزويتش يعني منو ساندويتش و منو بيتزا نقولكم حبيباتي عشق البيتزا والساندويتش والطاكوس كاملا راك معي حين نتبانوا هنا يعني هذا الساندويتشات ولا هذا البيتزا ساندويتش يعني قيم مفل بنا نجيبه لكم واحدة طريقة سهلة مهلة اعجينا من اروع ما يكون حشو ولا اروع وبنتهم بنا نقولكم حبيباتي خليوا لي هذيك الجام ربي يحفظكم بدون اطالة نفوتوا مباشرة للوصفة كما العدا نتمنى لكم فرجة ممتعة في ريسيبيون هنا وضعت كاس على الماء يكون دافي عندي كذلك كاس على الحليب يكون دافي اضفنا السوائل عندي ملعقة كبيرة تاع السكر عندي ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز نجيب هنالفوين خلط كلش في بعضها يعني تنذب لذي كل الخميرة والسكر من بعد هنا نبدأ نضيف الفارينة بالنسبة للفارينة راهي تقعد على حساب يعني الفارينة وكل الفارينة وكيفاش اضفت ملعقة متوسطة تاع ملح مع ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوية ونكمل ننضيف الفارينة نقعد ننطم فلابات حتى نتحصل على عجينا تكون اطرية وفي نفس الوقت متماسكة كما راكم تشوفوا في الصورة امانكم اضفت ملعقة كبيرة تاع الزبدة وللا مارغارين وهنا نبدأ ندخل فيها يعني في هذيك لابات في اللولا حتبلكم بلي تلسق من بعد رايحة تتلم لابات يعني تحصل على لابات تكون اطرية وفي نفس الوقت يعني متماسكة ما تتلسقش يعني القاوام التحاريح يجي مشاء الله كما راكم تشوفوا دلك وقدلكوها حوالي واحدة زوش دقايق حتى لثلثة دقايق بهذه الطريقة حتى تدخل فيها كامل هذيك لامارغارين نهاي لكم يعني حاجة بزاف بزاف سهلة نجيب هنا يا ريسيبيون تاعي ندهنه بشفية الزيت ونحط العجين التاعي ونغطيها بابي فيلم ونخليها تختمر حتى يضاع في الحجم يعني تدلكم واحد العشرين دقيقة اختمار على حساب الدرش الحرارة المطبخ تاعكم نذهب هنا يا حبيباتي في مقلات وضعت لها كميات على الزيت النباتي حطيت هنا يا حبة عبصل كنت قطعتها مربعة تكونوا صغار هنا يدرت نصف صدر الدجاج يعني غير نصف صدر الدجاج يعني غير نصف صدر الدجاج عطاني كمية ما شاء الله بالنسبة هنا يلتوابل ضفت ملف عفوان فلفل أسود ضفت غراس الحانوت عندي كصبر عندي توابل الدجاج توابل الشاورمان البابريكا الحارة كمون يعني جميع التوابل اللي متواجدوا معكم في المنزل ما نساوش كذلك الملح يعني اه اتجاج ولا اسكالوب يحب بزاف التوابل اركزوا لي كذلك على توابل الشاورمان رايحة تعطيهم بنا ما شاء الله ضفت هنا شوية ثوم امرابيا نخلط كلش في بعضها كما راكم تشوفوا طبعا هنا يهنا تكون قليلة يعني قليلة حكا بشما يتحرق لكم شاذاك البصل يعني هذك البصل رايح يتكرمل و يضبال كذلك يعني هذك السكالوب رايح يطيب و يتعسل ما شاء الله كما راكم تشوفوا هنا يالسكالوب بتاعنا يعني يتكرمل و حتان يعني تشوفوه باللي طاب تماما يعني واخذالي هذك اللون الذهبي هو والبصل ونروح غاليات يعني نقفل عليها المقلات ونخليوها الطيف في غرضها نروح غالياتي نحضروا الصلصة اللي رايح ننذيروها الصندويتشيت البيتزا جبت هنا يالسكالوبرا ميكسر ضفت له هنا ثنين ملاعق كبيرة على الجبن الطاري الجبن الأبيض ضفت له هنا شوية تعل الحليب حوالي ثنين ملاعق كبيرة على الحليب ملعقة صغيرة على الهريسة نجيب هنا يالبرا ميكسر ونبدأ نميكسي في الخاليط التاعي ضفت له هنا شوية تعل كركم يعني بشي يعطي لي ذاك اللون ما شاء الله نبقى هنا يالبرا ميكسي جيدا بالنسبة للملح نضيفوشي عني الفرمج تاعنا راه مالح يعني هنا ياراي حين نتحصلوا على واحد الصلصة يعني نرفقوها لساندويتش تاعنا يجي من أروع ما يكن تخلي لكم الحشو بتاعكم في ليطاكوس ولا ليساندويتش يجي مشمخ ويجي بنين ما شاء الله عليكم هنا يا حبيبيتي اللاباتاتي بعدما كانت اختمرت وضعف الحجم التحة بقازتها كما كنتوا تشوفوا ونجي هنا نقسمها الى كويرات بالنسبة للكميه كانت يعني قسمتها على ثماني كويرات كما راكم شوفوا يعني تدلكم ثمانيات على ليساندويتش اذا انتم ما حبيتوا دير اغلال نصف الكميه تقسموا كلش على اثنين يعني انتم ما وعلى حساب الكميه اللي حبيتوا تخرجوها في البلاطو تاعدين توبشيات على الزيت النباتية دي بوليت الكويرات التاعين غطيهم بساشي خليهم يرتاحوا حوالي يعني خمس تقايق سبع تقايق يعني كي نجيب نطرحوا العبات تتطرح معنا بكل سهولة هنا في البلوم دوت خفايت تاعي دهنتوا بشوية عزيت ونبدأ نطرح في الكويرات التاعنا بهذا الطريقة على شكل مستطيل من بعد هنا يجبت الاساس طومات كيما راكم تشوفوا يعني اشكفوا نحضر معكم الاساس طومات هنا كنت يعني باش ما نخليش الفيديو تاعي يكون طويل دارت شوية عزيت طومات دارت هذك السكالوب اللي كنت يعني كرملناه مع هذك البصل دارت جبن مبشور ودارت هنا يا ليفريت كيما راكم تشوفوا وإحنا يا يعني في الأخير نديروا هذك صلصة الجبن اللي كنا حضرناها مع بعض يعني الصلصة هذي صدقوني بنينا بنينا مشاء الله تخلي اللي صندويتش تاعي كيما راكم اتشوفوا اهاي لكم احنا يحاولوا انكم يعني كي تطويوهم زيدو اطرحوهم شوية بالقنوط حكا بش تجيكم يعني ارقيق الاكوش هذيك ونطويهم احنا يا بعد ما درس معاكم الربعة هذة وضيتهم في بلاطو يدخل للفرن كنت ادهنتوك شوية عزيت بالبنسون دهنهم مليح من الفوق بلا صاستامات من بعد نديرهم يعني دهنهم مليح بلا صاستامات من بعد نديرو لهم جبن المبشور بالنسبة هنالجبن حاولوا تخيروا الجبن اللي كون يذوب درتانيا نابولي يعني بزف هاي اللي يذوب يتكسل مشاء له بزف بنين درت هناليا رونديلة تعل الفلفل الحار ودرت هناليا حبيبات الزيتون الاسود بهذا الطريقة ندخل هناللي صندويتش تاعي يعرفون هناليا نسيت الشرائح تعل زيتون الاخضر زيتون ايفيلي يعني لكم الخيار تشبحوا الصندويتش تاعكم الفوق كما تحبوا ندخلهم حبيباتي للفرن نطيبوهم من التحت من بعدك تشوفهم يعني طابو لكم من التحت تخطيو ذاك اللون الاحمر الذهبي نزيد ونشعلو لهم من الفوق يعني ديون هذك تحميرة ما شاء الله ودورك تشوفوا معي لصندويتش تاعنا في الشكل تحام النهائي بعد ما كنت خرجتهم من الفرن وهاي لكم هناليا حبيباتي لصندويتش تاعناجة يعني هناليا بعد ما كانوا طابو يعني هناليا مسخونين كنت خرجتهم من الفرن كما راكم تشوفو علي حناليا نحطهم في القريه حكذا باش ميعارق وليش ملتحت شوفو هناليا لصندويتش تاعناجة ومشاء الله يعني وحدة البنة يعني بنت الطاكوس يعني الحشو هذك تاع الطاكوس ومن الفوق يعني بنت البيتزا يعني ثنين في واحد ما شاء الله نقسم معاكم هناليا الحبه تاعصندويتش تشوفوها من الدخل كيفش جات مشمخه وجوكم من الطرايا ووحدة البنة من ارواع ما يكون نتمنى حبيباتي الوصفة عليهم تكون نالت اعجابكم كما نتمنى ان شاء الله تجربوها كما العدا وتردو لي بالرأيي تاعكم في التعليقات من تنسوا شغالياتي اللي دخلتوني جدد وكنت اول مرة زرتوا القناة فضلا نقولكم الاشتراك مع تفعيل جارس ليصلكم كل جديد نقولكم حبيباتي تلولي في روحكم انتظروني في وصفات اخرى ان شاء الله دمتم اوفياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته